من اللي يجمع الشجع والطماء والخبث في إنسان واحد تنتج واحد نعخر من بنادم ما كتعاوش كيفيش تدير التعامل معه ما كتعاوش كيفيش تدير التفاداه وتيكون وليه واحد اكتير خطير عليك نتاعو على الصحة النفسية ديالك خصوصا لكان هاد الشخص هادا شاد بني دي واحد حاجة انتا باغيها أنا غا نهود لكم قصتي من الأول نخليكم مع قصتي انا اسمي عبدالطيف واليوم غا نقدم لكم واحد الشخص اللي وقف لي قدم اهم حاجة كنت عندي في حياتي في يامة لفاك كنت معرف على واحد السيدة نسميه مثلا الزهراء انا وظهراء انشأت بيناتنا واحد العلاقة بطريقة غير مباشرة كنا كنا نقرأوا وكان قرأوا بززاف كنا مشاهدين وكانت معنا في الجروب ديالنا اللي كانوا يجدون المحاضر وكانوا يجدون المودول ديالنا نقرأوا وكانوا عندنا اهداف كنا كنت نتقاسموا الاهداف ديالنا وشنو بغي نديره في المستقبل لدرجة اننا فكرنا نديره مشروع بيناتنا ونديره شركة ونديره بزعب ديال الحواج انا وظهراء داس بيناتنا هاداك الفيلين هاداك الاحساس هاداك الكونتاكت داس بيناتنا ودخلنا انا وظهراء في واحد مسروع ديال العلاقة بزعب يقول لك العلاقات اللاح شو ما هاداك شي لا مادم انك تبغي واحد الانسان وكتكلي واحد الشعور واحد الاحساس وكتفادة هادو كل انك تبقى معه بوحداك ولا انك تبقى معه بشي بلا صف الخلاق ولا انك تفكر بشي بلا يسخاوين هاداك تفرضاته علي زهراء النهر اللاول قلت ليا شوف شوف عبدالطيف غنقول لك واحد الكلمة وتقبلها ما تقبلهاش كيبقى المشكل ديالك هاداك انا لكنتغن ندخل معك في هذه العلاقة ادي من الاحسن ما بغيت اشي حاجة تدخل بيناتنا ولا شو نارتغيام شو شو بلا صف الخاص او او هادي او مقابو حدنا او هاداك هد الشي اللي هو ده بقى انا رمهم بتفقش معه وغم قاوني ويك في حدود ومعمرك تجرأ انك تفكر في شي حاجة لانا غرفت او غرفت وغتقدرت تؤدي لنهاية العلاقه بناتنا انا رمي بدي ابقى احساس مجودة كوب بدي ابقى احسابك وعارفك كيف جدير وطيقى فيك ولكن اذاك انت مستقبلا ديرني كزوجه رامل احسن نشوف طريق مزيانة ومقدمة من الأول فعلا انا كدري جيتني هادراء قلت له هكا تقول هادراء دي دابارة من بعد بلا ما نقول لي هاولا تقول لي هاولا سعداز و سنوات وتأكدت بلديك السيدة عارف اش كتقول وضعبط الأمور دي هالا بغيت المعقولة والناس مرحبة ما بغيت يسرق اللي بلدي حراميس في بلاسة أخرى وفعلا يعني انا تعلقت بيها وبدت نبغيها وبدأ ذاك الحب بيناتنا ومعمرني تجرأت لان فرضات علي الوجود دياله فرضات علي الحضور دياله معمرني تجرأت نفكر في شي حاجة خيبة ما هاديك السيدة بدين هلاويها تنفكر في مشروع دي الزواج ومستقبال وبقات هي يعني بغيت تكمل في الدكتورة ديالها وتكمل في المسطر ديالها وخليتها انا في ذاك المجال ديالها لانها حرة تقدر تدير اللي بغيت وبقينا في ذاك العلاقة العلاقة كبرت بوحد الواتيرة سريعة سريعة جدا لا انا فهمت ما نوقع ولا هي فهمت ما نوقعت بقينا قادين في ذاك المصار دياله سنوات دياله 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 روزي من الفلافك خرجت و مستمتع على خدمة لدي المستوى عالي و أخرى عالي نتيه بواسطة مستحسنة و مستمتع على رؤسي عيت ما نقلب و لو تقولوا وش بغيت لقاش خدمة شية 4 شهور و انا كانت قاتل و الله يلا رجلية حفاولية دور من الناس سير من الناس سير من الناس سير من الناس و لو تقول وش ذلك الخدمة بغيت بغيت بغي سهلالية سيدة ربي فيها لا تفقد الأمل وعندما تفعل هجرة وعندما تفعل القرى الأمريكية وعندما تفعل هنا وعندما تتصنع لي أحد الشركة السلام عليكم أجهد الناس ربما نتوز معك واحد الشركة كبيرة وعيدت وعيدت الزهرة وعيدت لي أحد الشركة وفرحنا والله يسهل عليك وأنا سأصلي صالة الصخرة وعندما يسهل عليك والبكاوات لذلك الخبر والذي يقربنا للزواج فعلا دوز ذلك الانتراتيان قالوا لي سيرتان عاودون عاي طولك تم فشلوا لي الركابي لأن ذلك سيرتان عاي طولك عارفة وفعلا داز التلتيام تصلوا بي هجرة تبدأ عندك الفرماسيون دي الخدمة دي لك وعشنه ستدير وعشنه ستدير وعشنه ستتخلص وعشنه كده فعشنه ستدير فعشنه ستدير فعشنه ستدير فرحة الوالدة فرحة الوالد فرحة أخوتي زائد زارة وكتبغيها وبغي تزوج بها عن حب وتكسر قعدك الطابوهات اللي يقول لك العلاقة الحب لا يزدقوش وضروري ما كده ما هل يناسيدي سوف يتدير فعشنه ستدير وبدأت الخدمة دياري وخدست لديه شهر الأول وشهر الثاني ما كانوا لديه فلوس فعشنه ستدير وكذا أخذت الداري ولكنه الصالر كانت تقليع ارتبت بردة 4500 درهم في 2008 2010 كانت المعيشة بيخير وفخر 1500 درهم طائل ايه يتستعفى بديتنا الخدمة ايه تجلس معي زهراء أنا الصراحة لم أكن كمية لم تكن قمت بعمل القهوية و لم تكن قمت بعملت شيء قلت لك يا بنت ساكن مع داركم يعني 4500 درهم ستقدر في شهر الثاني والثالث تخرج تسكن رأسك أنا لا يوجدها بس لكنك كريم لا يوجدها بس حانا ما عشان عمقا نتقعت له و لكننا سنقوم بعمل مخطط للزواج تعرف الوالد و تعرف هذا و انت دبراك سنتي معت شركة هذه كونتران غير محدودة يعني ماشي 6 أو 7 شهر و هذا خبر مفرح لابع انت والناس عشان نديرو عشان نديرو درنا واحد المخطط باش نمشيو عليه باش انني ناخد الدار و نفرشها و نقادها و نجمع فلوس العرص و فلوس الصداق و أنا صافي باغي نمشي في ذلك الطريق لان السيدة كان نبغيها و خصني ندير اي حاجة درنا واحد مخطط يلسانا نجمع فيها الفلوس و نتقرطط و نتكافح و نجمع ذاك الريالات و باش ممكن و ندفع باش و اخي يقولوا لك الناس الريبا و كده و لكن اخي يرى ما عدناش كيفاش نديرو من بعد فكارات ايه قلت لك لا ما بغناش نبدأوا الدار بالريبا و ذاك شيء و كانت تقاتل معها في هذه القادية و كده يرى افتشاد دير و نجمعه 45 مليون و باش يرهنوا بها دار و بالخير ما عدناش نديرو بالريبا ما عدناش نديرو بالريبا قلت لها و عليه السلامة مرحبا نتصير على الله قلت لها المخطط و تقاتلنا و جمعناها هذو الفليسات و هي ما زالك تقرأ و جاء النهار اللي خصني صافي جمعة الفلوس صار هلنا واحد دار فرشت هذيك الدار بالاساسية ديالها و مدرناش الكريدي قال ان هي ما كانتش قابلة على هذا الكريدي هذا نهائيا و زائد البريمات اللي كانوا يجيوني انا متل شهور تل شهور يعني ما شاربه 4500 درام كانت كديني واحد البريم ديال 2500 درام كل تل شهور على حساب الخدمة والحساب الزاب ديال الحويش ايوه فعلا جمعنا هذوك الريالات والله لك ندووز النهار كان فطر الصباح مزيان كان فطر مزيان و في الغداء ما كان فوتش عشرة درام في الغداء و في العشيام اللي كان جيرا كانت معاملين دار ديال الساعة والوالد رمع مرزع ما قال لي انتخد دام والاديك الوالدة انت ندور مع الوالدة و اندور مع الوالد و اندور مع الوالد و اندور مع الوالد وهذا واحد النقطة اللي لعبت فضل قاديه اللي بغي ندير انا مع ظهرة ايوه فعلا دووز تعام و انا كان نجمع ذوك الريالات ارهنا الدار فرشناك بقيت لكم بقيت الامور بقيتها بقيت واحد المبلغ ديال الفلوس باش نتقدم الظهرة و كان هذا واحد النار رائع جدا حدرت مع اباها و حدرت مع امها قلت لهم رايجو واحد السيد اختبني را خدام ها فين خدام ها فين خدام والشركة دياللي كنت خدام فيها كانت معروفة والوالدة قال لها مرحبا نشوفها السيدة ايوه سيدي من الديتان الوالد والوالدة باب لكي يسونيش اسئلة كبيرة بزاف ايوه سيدي فوقاش خدمتي فوقاش دارتيش حالك تشد ايوه 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 ايي ي Margikt و و و يا را بنتي ايوه اييي كيف تشد؟ كيف تدير؟ كيف تفعل؟ اه هو را ما نحقوه لكن كنا واحد طريقة انتا كتشوف السيد باغي البنت ونقيقي وخدام وبرزقوه بصاليرو ومستعد انه ياخد البنت وتزوج وتزوج ركي يجي برزقوه وتوكل على الله وشا نقول لك خليني تنشوف مع البنت ونرد عليكم ناضي الواليد قال لي يا خرجنا من عندهم قال لي يشوف أولدي تقدر تكون بنطلع مرادة ولكنه ستجد مشكلة لا أعني مشكلة لديها مرحبا ان هذا السيد يبتق على رغين ساب نوصف أما أولدي را نقول لك هذا السيد لا سيجعلك لانا نقول لك بالتجربة قال لي الواليد من ظهره لا نخلق من ظهره بغيتها أخويا ما تقولوا لي لعضره سيدي تقريبا واحد العشرين يوم بحلقة تتصل بي ظهره كتبكي وكتشهق كتبكي وكتشهق أما لك ظهره أرى الواليد غي يجوجني الوالد صاحبه ودك صاحبه واحد تجر كبير معروف وبرزقه ولده عرض عليه الزواج قال لي نزوجه ولدك ببنتي والواليد طعمه في فلوسه طعمه في فلوس اللي غي يعطيه وشي تخربيقه تلاقي هنا تلاقي هنا بقينك نهضره السلام عليكم وعليكم السلام هادي هادي راشوقه على الواليد هادي بدأت تبكي بقينك نبكي وش هدون مصيبك حلا هادي وراء الواليد بغي يزوجني له وراء ديرين معانا يجو عندنا نهار السبت وراء مصيبك حلا وهادي وهادي وكانت بقى شي ثلاث يام ويجو عندهم وهم مصرين على الزواج وعليها قال اوه هذاك ولي غير تزوجي به هذاك غين ساعلي الذي جيت لها 4500 دلم في شار مش خايدين لك في حياتك انه طعمت تقعدين الاسلام تكلمين ولي غير طيح امه مسكينه ما عند الله رائله ولا سيد ذكري بقاتية هادي تتعذر مع هادي الوالد الذي غير جوجه أبيه السلام بخيبت تتعذر معه أنا راتي بغي واحد الوالد وأنا راتي وانا جوج شبير غير عدد أهقي قال انا راتي عجبتيني وبخيي تكون ساعلي و سوف ننسيك فيه و سوف نفعل لك و سوف نفعل لك بخيتي انا كنفكر شغن دير عباد الله شغن دير رضي المصيدة هذي كتلعف تشديري اريلي النمرة لك خينا اي طلاق السلام عليكم انا اروف لانفرط اللانجليش بغيتي كتل الله يرحم بك نطلقه معك الله يجزك بخير نطلقه معك ربغة نظر معك ضروري الله يجزك بخير تلقيت معها فعلا و تيتهاز نفرد السماء و تيتخب اختر واحد ما مقدبش ما كعرف له يهضر واحد المزريط واحد الملعوط في الهضرات ديانه او تلي القيصة اكتلين ارا كنبغي زهراها و ارا شنو كاين و ارا فين خدام و ارا فين كده و ارا غنزوش بها عن حبه و ارا غنزوش شبه و الله يرحم لك الوالدين ما تقبلش و كده قال لي يلا بغتيني ما نقبلش تتعطيني اخوي و دبه و مبرزقه مع عباد الله و عندهم الخير والخيورات و طعم عفية انا اللي غمو الضاف و خدام عرصي و طعم عفية ايو قال لي يلا بغتين تخلى لاتشي هذا و انا وقف معك قاعدة تتجوش انت بزهرا اخصني جوجد المليون جوجد المليون تنازل لك على زهرا قلت لي محشو ماش عليك تب ايو تشري ده بفضل ايو ده برتشوف ما اغا توريني شنايا ولا تقدب فيها ولا تقدربي فيها دب الراسك بغتي زهرا جوجد المليون نهار السبت نقول لهم انا ما بغيت لا زهرا ما بغناش نتناسبه مع ذوك الناس و انا رب ما تطيحش لي كلمتي للارض ولا بغيت يقع ان قدر نظر مع ابا نقول لها رغي غي تعدى لذيك البنت سير زوجة لذيك الودرة كيف يبغيها و انا ندب انا نقعد ذك تدوصي معه شفت تاييت كتلي اعطيني واحد شوية دي الوقت نتصل مع زهرا نظر معها اقدرت مع زهرا اه لو زهرا لا بس عليك باخير اقدرت مع ذاك الخينة رايش قال لي اوش قال لي اعطيه الزمر ديالو اعطيه ديك الفلوس اعطيه بغى الفلوس اعطيه الفلوس اصدقت انا ايت المور الدار كنت راه لانده بخمسة المليون كنت زماغي مخبيعة ما فحالت ما لكن كنت راه رخصني نخرج من الدار عشان اوكين 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 رخصني رزقي ارى بغيت رهن به في بلاس اخرى القيت واحد دار او تاني غر رهن غي بجود المليون و تيريت هذيك الفلوس اللي اعطاني السيد و يعني شو نقول لك يعني نهار السبت يعني باش تلقى الراهن و باش تلقى هذي تلقيت ما مول الدار و شرح تليك تلي راه شو واقع ليه شو عجب الله مول الدار عنده الفلوس يعني هما في هذيك القادية ديالرهن راه هذك اللي كيجير هنه و اللي كيعطاك الفلوس هذر تمام مول الدار كتير بغين تزوج واحد البنت و على قبلها راه انتها الدار و هتسيد جا و دخل بيناتنا و قل لي يا والو و نتخلى عليها و نارك نبغيها و انا هذي و انا هذي قال لي اشوف انا هذي شي اللي غندير معك اللي غندير معك را ما كنديروش مع الناس اللي كير هنو عندي و لكن انا معمني مش تش منك شي عيب ولا عمريش تكد ندخل شي بنت ولا هذي و بولد مقدب و هذي غنعطيك رزقك فعلا اعطاني يا رزقي و انا ديك ساعة سنين نشوف دار اخرى انا ما سوقيش انا ما سوقيش في ذكش ما سوقيش في الرحيل و لا سوقيش في ظهره ما خصش مشي مع ذاك المسخوط الوليدي فعلا اه ليل تلغد لي غيجيو ليل تلغد لي غيجيو اي تلغد لي راجبت لك الفلوس و تلقينا في سميتوك تلغن عتك مليون دابة و مليون من اللي تحضر عند الناس و تقول لي و ما شنو كين اشنو كين اشنو كين و رازها رغت تحضر لكل شي قال يوه عليه السلام خدا داك المليون تلقى مع ذوك الناس و خا خا بيت و خا طماع و خا جاشع بصدق فاد القادية هذي قطيتو المليون حضر مع الناس قلو منا موغيتش ذاك البنت و ذاك البنت غتجوجو على ذاك الولد ركي بغيها ولا جوجتوها ليه ولا جوجتال شي و حد اخر ركو مغي غتزيدو تخرجو عليها و غتدمروها يجب ان داد النية مجيدوها فتبا تاقي عديدة عرورية و اعطيت أهدد مليون وقضينا الأمور وقضينا هذا الرحيل بذلك المليون اللي يبقى خلصت فلوس الرحيل ومشيت حطيتهم في قدار واحدة روينة واحدة روينة دلها نباه فعلا ناضط زهركت لأرخسك الدوري في باك وخي كون صعيب وخمعت كيف يكون ستقول لي أنا سأتزوج بذلك الولد وأنا سأتحمل مسؤولية دقاء ذلك الشيء اللي غير طال لي مع ذلك الولد وفعلا هضرت مع أباها بدمنى أن أنستالي تطار وقضينا الأمور أعود أهضرت مع الولد صراحة الولد قال لي ما نمشيش معك جاءت معي غير الوليدة وفعلا هضرت معاه قلت لي رعاش وقع قال لي رعاش رعانا في خباري كل شيء وما نكدبش عليك أولدي دبرا سكنت واد البنت هدي أنا ما نقول لك رادي عليك ما نقول لك رادي عليها اللي بغيتوها اللي يسخر فيكم واللي يسهل عليكم وفعلا زوجت زهرة ودازت واحد العام وهو ما تيقدر معنا مواله يعني غي كان حضره السلام السلام اللي يعاون حتى صفات الخواطر من بعد من بعد ما ولدت البنت ومن بعد ما ولدت زهرات صفات الخواطر وانا تقادرت عندي الخدمة وتقادرت عندي الأمور ودابا راحنا الحمد لله وشوفت راكيني شيء آباء الله يهديهم الله يهديهم والنهاية جاءت سعيدة ودابا احنا رأى باخر علينا كنشكركم بزاف على الاستماع وياريت هذه القصة تكون فيها شيء عبرة ولا تكون فيها شيء فكرة ولا تكون فيها شيء حاجة شكرا بزاف على الاستماع اشتركوا في القناة